المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ورشة عمل حول التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول بمشاركة إقليمية ودولية انطلاقا من الشراكة المستمرة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب تهدف الورشة إلى تعزيز الدور الاستباقي في مجهة التحديات بالشراكة مع مركز استهداف تمويل الإرهاب من خلال التحليل المعمق لتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالية الخاصة بالدول الأعضاء وفهم الأطر الوطنية وكيفية تواصلها على جميع المستويات الإقليمية والدولية ومعالجة نقاط الضعف والتحديات بالإضافة إلى توفير الأدوات لتحسين استراتيجيات التعاون الدولي وقد تم خلال ورشة العمل عرض تجربة مملكة البحرين في عملية التقييم المتبادل ودور التعاون الخارجي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى عرض أبرز التحديات وأفضل الممارسات في مجال التعاون الدولي ومواصلة البحرين جهودها في تعزيز التزامها الفني وفعالياتها في تطوير المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي استضافة المركز الوطني للتحريات المالية للورشة من منطلق الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية وتضمين تلك الالتزامات في خطط مملكة البحرين الاستراتيجية والمتعلقة بحماية الأمن الاقتصادي الوطني دول مجلس التعاون والله الحمد واحد أمن وأمان في وسط عالم متقير وهذه الأمن والأمان يحتاج لعمل جاد لمحاربة كل أنواع الجريمة ومنها الإرهاب الإرهاب يطلع علينا بأوجه مختلفة واليوم في هذه الوارشة نتكلم عن مكافحة تمويل الإرهاب والله الحمد كدول مجلس التعاون نجحنا فيه ونلمسه في حياتنا اليومية في التطور في النماء في الاقتصاد في الحياة الاجتماعية في الدراسة في كل مجال العمل وهذه يأتي بجهد مشترك من دول مجلس التعاون ويأتي بالإخلاص في العمل ويأتي بالأنظمة الحديثة المستخدمة في مكافحة هذه الآفة والله الحمد إحنا دول آمنة بشهادة الجميع المملكة من خلال رئاستها لمركز السهداف تمويل الإرهاب بالشراكة مع أكاد الخزانة الأمريكية تهتم في مجال بناء القدرات للدول الأعضاء دول مجلس التعاون الخارجي من ضمنهم مملكة البحرين بناء القدرات يمر عبر ورش عمل وبرامج متعددة وتبادل خبرات الفنية والمعارف إضافة للتنسيق المتكامل العملياتي والمعلوماتي اليوم مثل هذه الورشة حين يلتقي خبراء من المملكة العربية السعودية ودول المجلس ويناقشون أفضل ممارسات الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن اتفاقيات الأممية معيير مجموعة العام المالي بالتأكيد ترفع من مستوى قدرات الأشقاء في الأجزة المعنية في البحرين والجهات المختصة في التعامل مع أخطار الناشئة وسبل التقييم والممارسات الأفضل للتحييد من خطورتها الصراحة سعدت اليوم بتواجدي في خلال هذه الورشة التي قامتها مملكة البحرين وهذا مغريب على أخواننا في مملكة البحرين لقامت هذه الورش لنظر الاستفادة التي يستفيد منها الطرفين سواء الكويت أو مملكة البحرين أو دول مجلس تعاون مملكة البحرين على هذا التنظيم الرائع والذي سيعود بالفائدة سواء على دولة كويت أو مملكة البحرين وسائل دول الخليج إن شاء الله شكرا